مرحبا بكم في المؤتمرات الدولية تتسابق القنوات التلفزيونية للحصول على تصريحات من السياسيين المشاركين لكن الشاطر هو الذي يحصل على مقابلة حصرية خاصة من مسؤول رفيع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شارك في منتدى حوار المنامة للأمن الإقليمي الأخير بالبحرين شارك أيضا في المنتدى كبار المسؤولين السياسيين ومسؤولي الدفاع والأمن القومي في أكثر من خمسين دولة فؤاد حسين منح مقابلة لأحدى الفضائيات فسأله الصحفي عدة أسئلة سؤال كان عن إمكانية التطبيع بين العراق وإسرائيل استمعوا إلى الإجابة خمسين الدولة إراك سنكون من أجل هذا المحل هناك موضوعات بالسطنية يجب أن يكون لديه المتحدث بالقلقة المتحدثي في إراك المتحدثي في إراك المتحدثي وهذا موضوع في إراك موضوع كما رأيتم في الفيديو فشعار القناة هو هي قناة إسرائيلية خاصة مقرها تل أبيب تبث بالعبرية والإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية يملكها الملياردير باتريك دراحي هو فرنسي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية أيضا المقابلة أثارت ردود فعل متباينة وكثيرة مثلا نصر الشمري معاون الأمين العام لحركة النجباء المنضمية المنضمية منضوية ضمن أطر الحشد الشعبي وقوات الحشد الشعبي استنكر ظهور فؤاد حسين في القناة الإسرائيلية واعتبرها دعما للكيان الصهيوني حسب وصفه كثير من التعليقات أتت على المقابلاء المهندس الجابري يقول خطوة وزير الخارجية لا تصب في مصلحة العراق وتعد خرقا لدستور البلاد على الحكومة تقديم استفسار لوزير الخارجية بشأن ما قام به خلال زيارته البحرين ولابد من وجود محاسبة ومساءلة لما قام به الوزير أحمد الصالح يقول يقولون المراسل مكذب عليه ومقدم نفسه على أساس مراسل فرانس 24 بالنسبة للولائية يقول تقول الولائية لا يمكن قبول فرضية جهل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأنه في لقاء على قناة انتليفزيونية إسرائيلية لذا علينا تحليل التوقيتات والرسالة من الظهور لدينا تغريدة من وسام العيسى تقول ترى موقفة شجاع وحش حش قوي ماكو أي مسؤول حكومي بالعراق يقدر يقول هذا الكلام على قناتهم أمين حسين المقابلة كانت قوية كانت ويا قناة عادية بعدين تبين تاب على الصهاينة طبعا لو عدنا كوادر محترفة وتؤدي شغل مرتب كان الوضع اختلف بنظرة على العراق ولن يتم التلاعب به بعد الجدل والردود قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إنما ناقلته وسيلة إعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة أخرى جرى دون التأكد من صحتها لا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله بلا للتطبيع سواء في مؤتمر المنام أو في مقابلات تلفزيونية متعددة فريق تريندينج تواصل مع قناة آي 24 للرد على هذه الاتهامات بانتحال صفة مؤسسة أخرى هذا كان الرد نرفض هذا الادعاء قدم الصحفي طلبا رسميا عبر البريد لإجراء هذه المقابلة وذكر بوضوح أنه مراسل قناة آي 24 نيوز في الإمارات هذا هو مراسل القناة في الإمارات واسمه سيباستيان بوري شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة